السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تعلمنا يا ولاد ازاي ممكن نجيب نتيجة جدول الضرب من خلال المصفوفة. النهاردة هنتعلم ايه بقى? ازاي ممكن ممكن نرسم المصفوفة من خلال جدول الضرب. يلا مع بعض نبدأ نشوف كده ازاي نرسم المصفوفة. نشوف نسال عندنا ناخده كده زي الاتنين في الخمسة. عايزين نوجد ايه? نسيجة اتنين في خمسة. افرض ان انت متذكر اتنين في خمسة بكام? فهتعمل ايه? بتبدأ تحلها من خلال المصفوفة زي ما احنا شرحنا قبل كده. ازاي? نقولها تايم. الاتنين دي عبارة عن ايه? دي صفوف. خلاص? طب الخمسة اعمدة. خلاص? دي الاعمدة. طب والنتيجة اللي هتطلع اسمها نتيجة حاصل الضرب. حاصل الضرب. طيب انا مش متذكر. وعايز اجيب نتيجة اتنين في خمسة بكام. برو اعمل زي ما انت شايف كده. يلا. احنا قلنا الاتنين عبارة عن صفوف صح? يبقى الصفوف افقية كده. واحد اتنين اهي صفوف. طب كم عمودة عندي? خمسة. العمدة طبعا بيكون وقفة زي عمود النور كده. يبقى تيجي تروح عامل كده عندك اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب. ونيجي عند مناطق التقاطع ونعمل نقط. خلاص? ازاي? اهو هنشوف عندنا. ادي واحد اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يبقى احنا عدينا مناطق التقاطع ما بين الصفوف والاعمدة. وهنكتب في النتيجة بتاعتي عشرة. يبقى تنين في خمسة عندي بعشرة. والافضل طبعا انا هكون حفظ جدوى للضرب. لكن لو في واحدة مش متذكرة ممكن نحلها بالطريقة دي طبعا احسن ما سيبها. خلاص? طيب يبقى دي عندك طريقة الصفوف. يبقى كده انا اوجدت نتيجة ايه حصل الضرب. طبعا انا عايزة دلوقتي العكس. عكس عكاس خلف خلاف بقى. عايزة ع اعمل ايه? عايزة ارسم المصفوفة. عايزة ارسمها من عندي. يبقى انا عرفت الاتنين في خمسة بعشرة طيب. نيجي نشوف الاتنين في خمسة دي هنرسمها ازاي? عايزين نرسم المصفوفة. هنرسمها ازاي? احنا عرفنا الاتنين الاولانية دي صفوف والخمسة التانية اللي هي الاعمدة. طيب انا هبدأ ارسم عبارة عن كور كده مثلا. يبقى عندي واحد دي الصفوف. هرسم دول صفين دلوقتي. هرسم صفين كده. فقيين. واحد. اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ده صف هو. طب الصف ده انا رسمت فيه خمس قور ليه? ليه ما رسمتش ستة? ليه ما رسمتش تلاتة? ليه ما رسمتش عشرة? عشان هنا فيه خمسة. يبقى لازم الصف ده يكون فيه خمس قور. خلاص كده? طيب هنعمل كم صف قلنا? اتنين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. يبقى ادي صف ادي اتنين. يبقى ده صف. وده صف. خلاص? طب كم عمود ادي عندي اهو? يبقى نشوفه الاعمده اللي عندي. الاعمده اهي? ادي عمود. وده عمود. وده عمود. وده عمود. وده عمود. خلاص? دول كم عمود? ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. خمس اعمده زي ما مكتوب عندك. طب كم صف? ها? واحد اتنين. اصفين. خلاص كده? طيب. دي طريقة رسم ايه? المصفوفة. انا كده رسمت المصفوفة اللي اتنين في خمسة اهي. نتيجتها كام? لو انا عدتهم هلاقيهم عشرة واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة رفكة ابنتيك تيها عشرة. طب ينفع ابدل يا ميسة خلي اجيب الخمسة مكان لاتنين والاتنين مكان لاتنين الخمسة ايوة طبعا احنا قلنا كزا مرة انا جدول الضربة تبادلي. طب انا عاي ازا اشوفها في المصفوفة كده ازاي هنعمل بدل اللي اتنين في الخمسة تبقى خمسة في اتنين اجي الخمسة في اتنين وعايز ارسهم انا مصوفة ديلوقتي اصبحت الخمسة دي صفوف كانت الاول اعمدة. القلب ت � khемуك لانان حد ما انا اه كانت غاية في الركن التاني. طب لما جانت أول انا تبقىها اي الحدف ايه صفوف دلوقتي كانت الاول اعمدة دلوقتي تبقى ايه صفوف والت أن اتنا اعمدة اصفوف. والي اتنين ايه ؟ اعمدة. لان احنا بدلنا الاماكن احنا دلوقتي بدلنا الاماكن خلاص طيب نجي نشوف كده هتطلع برضو عشرة ولا مش هتطلع عشرة عايزين نتأكد طب انا دلوقتي عندي كم صف خمسة يعني هرسم كم صف خمسة ارسم خمس صفوف يلا امبص ادي صف ادي اتنين طب ليه الصف فيه كرتين بس انا قلتلك هولا ان هنا فيه اتنين خلاص طيب تلاتة اربعة خمسة يبقى دولكم صف بص معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يلا كده نعملهم مع بقى نعدهم نكتبون ده صف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خلاص طب دول كم عمود ادي عمود واحد ادي عمود اتنين يبقى كده انا مازماش مازبوته هو خمسة في اتنين خلاص كده طيب نعدهم نشوفهم هتطلعوا نفس النتيجة ولا لا يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تلات عشرة نفس النتيجة ده دليل على ان جدول الدار بايه تبادلي الاتنين في الخمسة هتساوي الخمسة في الاتنين خلاص بتساوي كام عشرة بتساوي عشرة خلاص يا اولاد طائم نحل المسألة اللي بعدها نشوف مثال كمان عشان تثبت المعلومة برضو في ذهننا انا حافظ جدول الدار خلاص بس انا نسيت الستة في تلاتة بكام مسكت بقى وخلاص مش مهم وانقص الدرجة لا مهم ازاي يعني خلاص يبقى حلها بطريقة ايه المصفوفة حلها بطريقة المصفوفة نبدأ نشوف ازاي الستة دي احنا قلنا عبارة عن ايه صفوف طول تلاتة اعمدة وهنا ناتج الضرب او حاصل الضرب خلاص كده طيب الصفوف قلنا بتكون افقية يبقى يلا نعمل خطوط عشان نجيب النسيجة بتاعتنا ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة ادي ست ست صفوفهم ست صفوف طيب وكام عمودة عندي عندي ثلاثة يلا يلا مع بعض واحد اثنين ثلاثة يلا نقاط التقاطع بقى بين الصفوف والاعمدة نعلم عليها ونعدها يلا نعدها مع بعض ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر يبقى انا تكتي هكتب هنا كام تمنتاشر عشرة كده يبقى انا كده ما سبتهاش فاضية ولكن حلتها وتصرفت وجبت النتيجة بتاعتي كان بطمنتاشر طب عكسة كاسخل في خلاف هو جي قال لي ارسم المصفوفة ثم اوجد حاصل نتيجة حاصل الضرب ارسمني مصفوفة ستة في ثلاثة يلا نرسم بقى مع بعض يلا هنرسم المصفوفة دول كم صف عندي ست صفوف كل صففي كام في ثلاثة يبقى هو هنرسمها المرة دي مثلا نجوم ادي واحد ادي ثمان ادي ثلاثة خلاص كل صف في ثلاثة كام صف هرسم كام صف انا ستة كام صف ستة كده انا رسمت كام صف واحد اتنين ثلاثة لسا لي كام ثلاثة طب ليه كل صف في ثلاثة بس عشان هنا في ايه ستة في ثلاثة كده كام واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة خلاص يبقى انا كده لسمت كام صف ابدأ اشوف كده ادي واحد صف ادي اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست صفوف ايه ست صفوف اهم ست صفوف واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طب تم عمود ادي واحد ادي اتنين ادي تلاثة يبقى ده عمود اهو وده عمود وده عمود واحد اتنين ثلاثة خلاص طب انا عايز نتيجتي اعدوا كل النجوم اللي عندي تبقى هي دي النتيجة اللي موجودة عندي وهكتبها وانا لست كتبها من شوية انا هدوم هتلاقيهم هتلاقوا معنا كام 18 نجمة خلاص طيب انت ممكن نقول ايه ثلاثة في ستة او ستة في ثلاثة زي ما احنا قولنا بقى من شوية خلاص يبقى جدوا اللي تبقى دولي ثلاثة في ستة هي بالستة في ثلاثة بتسوي ايه ثمانتاشر طب نيجي على ايه المثال اللي بعده الثمانية فاربعة عايزين برضو نرسم مصفوفة يلا نرسمها ارسموها انتوا ايه كده مخوضوا انتوا ترسموها هنرسمها ازاي هم تقولي يلا يمس نرسمها كده اهو هنرسم كم صف دي الصفوف طيب ماشي طبعا دي الصفوف دي الايه دي الاعمدة والاناتج الضرط ماشي طب يلا يلا نرسم كم صف تمانية تمانية هم ثمان صفوف وكم عمود نور ه اربعة اوربعة يبقى كل الصف فيه كان فيه اربعة ادي واحد اثنان تلاتة اربعة واحد اثنين تلاتة اربعة هنرسم كم واحده كم صف تمانية طب احناالحددلوقتي رسمنا كم صف واحد اثنين تلاتة اربعة لسه كم صف لسه اربعة يلا دول كامها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لسه واحد يبقى كده ايه التمانية وفلناها ايه ووصلنا ايه التمانية التمن صفوف اللي احنا ايه عايزينهم طب نبدأ نشوف كده نعيد ادي واحد صف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى انا مزبوط رسمت تمان صفوف طب الاعمدة ادي واحد اعمود اهو طويل اتنين تلاتة اربعة عندي اربعة خلاص يبقى تمانية اربعة التمانية فاربعة انا مفروض حافظها جدولة الضرب مش حافظهم هعدوا كل ده يطلعوا معي كام اتنين وتلاتين يبقى ناتج الضربة عندي هنا اتنين وتلاتين يبقى دي كيفية ايه عندي اهو زي ما احنا شوفنا كده عندنا الدرس بتاعنا اخدنا عليه ثلاث امثلة خلاص اللي كان ايه كيفية رسم ايه المصفوفة خلاص يا اولاد اظن دلوقتي بطريقة مبسطة بجميلة تقدر ترسم المصفوفة بكل ايه سهولة خلاص